أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان منجرحي مرتفع حجم الدين الحكومي إلى 31 مليار وستمائة وسبعة وثلاثين مليون دولار أي زيادة تقدر بأكثر من 2.2 مليار دولار خلال عدة أشهر وشار إلى أن حكومة كردستان لم تقترد أموالنا مبينا أن تلك الديون تعود إلى مستحقات شركات النفط والقسم الآخر ناجم عن أموال الادخار الإجبارية لرواتب الموظفين والتي تقدر بـ 12 مليار دولار وعد رحيم تغيير سعر صرف الدولار مما الدينار العراقي أحد أسباب زيادة الدين الحكومية ومضى بالقول إن الالتزامة المالية الحكومية تقدر بـ 8 مليارات وسبعمائة وثلاثة ملايين دولار وتعود لإنتاج الكهرباء وتوفير المحروقات وقسم منها للمصارف الأهلية ترجمة نانسي قنقر